لفتة استثنائية من النجم الأرجنتيني ليون الميسي لزملائه في الفريق أنفق أكثر من سبع ملايين دولار على هدايا أرسلها لزملائه في منتخب الأرجنتين الذين ساعدوه على إحراز لقب كأس العالم في قطر أراد أن يشكرهم على مساعدتهم ودعمهم في تحقيق هذا النصري هذه اللفتة من ميسي تظهر تقديره والتزامه تجاه زملائه أبطال العالم أراد أن يعرب عن امتنانه لعملهم الجاد وتفنيهم للفريق إن تفكيره وكرمه هو تذكير بالعلاقة والصداقة التي يشترك فيها اللاعبون اعتبر الكثيرون لفتة ميسي علامة على كرمه وتقديره لزملائه في الفريق الذين مكنوا من الوصول إلى ذروة النجاح لقد أظهر للعالم أن المال يمكن أن يكون أداة قوية في التعبير عن مشاعر المرء وفي إظهار الامتنان تجاه الأشخاص الأكثر أهمية وبالنسبة للهدايا يقول الرئيس التنفيذي لشركة أي ديزين جول بي أن ليونز أن ليون الميسي تواصل معنا بعد شهرين من نهاء كأس العالم طلب منا أن نقدم له فكرة مميزة للهدايا قال لنا لا أريد الساعات المعتادة أريد شيئا مميزا للعبين والطاقم الفني والإداري فاقترحنا عليه فكرة الأجهزة المذهبة محفورة عليها الأسماء فأعجبته الفكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة